انا متصلح مع نفسي طول الاسبوع بس يوم الجامعة بيبقى في بعض الطقوس التي قتب دو غريبة بس انا بقيت يعني ايه بقى عارفين بقيت مش مش يعني يعني مش شمام لأ بس بقيت خلاص بقى يعني الاستباحة بتاعتي آآ لازم تبقى بخور وإحنا واتكلمنا عن الكلام ده على فكرة في الكورس قلنا ان الرياح الحلوة بتفرق جدا في النفسية في على فكرة تدعى الاهتمام بيتطلب عادي يعني فقبل ما نكمل كلامنا ما تنساش تعمل لايك وكمنت على الفيديو ده الفكرة ان احنا يعني عارفين بعض بقالنا كتير قوي يعني نفسي من ساعة ما بدأت على اليوتيوب دي كنت حاجة وعشرين سنة حاجة وعشرين سنة ولسه صغير كده وقعدت برضو ايه اعمل حاجات عبيضة بس الواحد بقى دلوقتي يعني تم التلاتين تميت التلاتين وبعدين ايه مش تميت التلاتين وبس مش بتخلصينا لأ وماشي برضو في الواحد وتلاتين فانت مش فاهم الحوار سريع كده ازاي يعني اعني 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 لسه عارفين بعض مبارح العمر ده عدى امتى وسريع كده ازاي عارفين الحديث بتاع المؤمن القوي خيره واحبه يا الله من المؤمن الضعيف القوة هنا القوة الايه المادية واحد جسمه قوي صحته قوي سمحافظة على صحته وفيه قوة معنوية اللي هي القوة الفكرية او قوة العلم وقوة المعرفة وطبعا وفيه كل خير بس فيه واحد ربنا بيحبه زيادة عن واحد اهو ربنا خير واحبه الى الله من المؤمن الضعيف فعارفين الاية اللي بتقوله ازاده بسطة في العلم والجسم تخيلوا يعني تخيلوا انتو لما ربنا يتولى زيادة علم واحد فطالوت ده كان علمه عامل ازاي طبعا وفي كل خير يعني كل المؤمنين قويسين بس فيه ناس بتبقى راغبة يعني فيه طمعين اهلا احنا عايزين نبقى احنا من الناس دي من اللي ربنا بيحبهم اكتر من دول فقوة العلم وقوة المعرفة دي يعني حاجة مهمة جدا طبعا يعني فيه ناس ايه بتكسل عن قوة المعرفة دي قول لك انا عم يعني انا هعبد ربنا وهصلي تمام ده حلو جدا بس لو فيه واحد بقى قوي وعنده صلابة في الاعمال الدينية زيك كده وكمان عنده قوة في المعرفة فهو لا شك ربنا بيحبه اكتر طب قوة المعرفة دي بتيجي يعني منين بتيجي من الكرآن يعني رقم واحد الكرآن يعني الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله وبعدين حكالنا فيه حكالنا فيه اه الناس ازاي تانجو وخلي بالك عشان فيه ناس هلكت في الكرآن وخلي بالك علشان اللي بينجو ده بيتبعوا ناس بتمشي بشكل معين وفهم الايات اللي انا يعني فيه ايات كتير قوي بتعدي علي بتعدي علي وانا مش مش مهتم يعني افهمها قوي طب انا مش مهتم افهمها قوي فانا كده القوة المعرفية عندي بالكرآن قليلة فاول حاجة القرآن هو ربنا يعني ضرب لنا الامثال في القرآن صح فقوة معرفة دي رقم واحد قوة معرفة بالكرآن ولايات اللي انا مش فهمها ابقى حريص عليها والحورات دي تانية حاجة قوة معرفة بسرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ان الناس دي عاشت ازاي مش هما دول الناس مش هما دول الناس اللي رضي الله عنهم وارضوا عنهم مش هي دي الصفقة مش احنا عمينا حور في الدنيا دي وعايزين نعمل وعايزين نسوي وعايزين نتزوج ونبني بيوت صالحة عشان نعمل ناشق صالح مش هي دي الناس اساسا مش ده الريفرنس مش دول الناس اللي نجحوا وقفلوا اللعبة وربنا سبحانه وتعالى قال انه هو رضي الله عنهم وارضوا عنه الناس دي مشيت ازاي تبعت سيدنا النبي ازاي فازاي يبقى عندي قوة معرفية بحيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبحيات الصحابة رقم تلاتة كمان يبقى عندي قوة معرفية بالتاريخ اللي ربنا على فكرة قيل عليه في القرآن القرآن هو اللي بقول كده يعني التاريخ دي مش مش تجويدة من عندي اللي قد كان في قصصهم عبرة 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 ليه ما انت بتشوف دلوقتي الناس اللي سمعت كلام الانبياء دي وعدت بمحن عدوها ازاي وانا بعدي بالمحن دي زي ما هم عدوها ولا لأ ما هم فيش دلوقتي دلوقتي حالا مش عايش معنا نبي بس القرآن ده ايه يعني بيقولك تعمل ايه في كل حاجة ايه جابة لكل حاجة التاريخ يعني انت دلوقتي بتشوف الناس اللي مشت عكس كلام الانبياء حصل فيهم ايه هلكوا ازاي وهلكوا ليه كمان قوة المعرفة بنفسي وبقافات نفسي وبأمراض قلبي الامراض اللي هي اللي من جوه الامراض التقيلة قوي اللي احنا بنبقى يعني ممكن تبقى عندنا وانا منفق ممكن يبقى عندي مرض قلبي مأثر جدا على عباداتي وعلى علاقاتي بالناس وانا ما اكتشفتوش ما اكتشفتوش ليه عشانا ما اكتهدتش على نفسي في ان انا اعرف امراض قلبي يبقى قوة المعرفة على فكرة احنا مش بنقول ان انت يبقى عندك قوة معرفة ان انت تبقى فلسفة ومنطق وفيزياء وكيميا مع ان ده على فكرة برضو قوة المعرفة بالكون اللي احنا عايشين فيه ده يعني ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ايه لا ايات لمين بقى لقولي الالباب يعني ان انت اصلا تعرف الكون اللي احنا عايشين فيه ده والشمس دي لو قربت قد ايه الارض ممكن يحصل فيها ايه والشمس دي جوها قوة كامنة عاملة ازاي والسحاب ده السحاب المسخر بين السماء والارض ايه السحاب ده اصلا ايه السحاب اللي ربنا مسخره بين السماء والارض والحاملات وكرة ايه السحابة يعني انت تخش دلوقتي يعني لو حد ركب طيارة بتخش في السحاب تلاقي الطيارة الحديد المعدن بتعملها ترتعد ورعب جديد هو ايه السحاب ده اصلا لو عرفنا القوة وتطلعنا على الحاجات دي اللي بيحصل طبعا طبعا بتقول لا لا بتلاقي نفسك عاملة تقول لا الى الا الله ليه لان انت دلوقتي عرفت قوة الخالق شوها ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق فاحنا بقى ايه احنا سايبين بقى احنا سايبين كل ده ويعني بنفكر كل رمضان احنا هنختم ولا هنتدبر وكل سنة على كده يعني الواحد دلوقتي عمال يقول يا بدي يعني 30 سنة بنتكلمش ان احنا عايزين حضرتك او عايز ان انا عالم فيزياء لا احنا بنتكلم على العلوم الاولية يعني قصص الانبياء قصص الانبياء يعني ده ده الرول موديل اللي ربنا عايزنا نبقى زيه حتى قصص الانبياء احنا مش مهتمين بها اوي يعني احنا ما عندناش يعني ايه عارفين اسماء الانبياء او ممكن ممكن بعضهم كمان مش عارفين بس لو الكلام وصل للمرحلة دي فاحنا اساسا يعني فاحنا في خطر ليه في خطر لان في حالة تراكم معرفة رهيب دلوقتي دلوقتي العلوم يعني زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين الدنيا بتتطور ازاي والواحد بيكبر ازاي والجمعة ما بين الجمعة بقت عاملة ازاي سريعة جدا فانت دلوقتي لو ما عندكش الفكر ده ولو ما عندكش سيبك طب لو انت ما عندكش الحاجات دي وخلاص عرفت ان انت المفروض kelfica عندك لو ما عندكش بقى الهم لو ما عندكش الهم ده عشان تعرف الحاجات يعني الحاجات دي يعني في يعني هيحصل ايه لو انت عندكش الهم ده طب انت عايزت تجيب جيل عامل ازاي عايزت تخلي فعال العاملة ازاي طب هما بعدين هما هم съرينك يعني هما يشوفوك في البيت وانت قاعد يعني هشوفوا اهتماماتك هشوفوا مجهودك هشوفوا ثقافتك لما بيجوا اسألوك بابا أنا بسأل على كذا ومش أعرف ماما أنا بسأل على كذا مش أعرف فالموضوع يعني لابد من الاهتمام بيه الموضوع لابد من الاهتمام بيه خصوصاً أن إحنا مدعين أن إحنا يعني ناس عايزة وحزينة على المجتمع وعندنا هم دايماً وبنحاول أن إحنا نواجه وبنحاول أن إحنا نحارب الحاجات اللي هي مش عجبانة طب ما هو لازم يتكون لدي الهم الملح عشان يبقى عندي قوة المعرفة دي. مش فاهم. مش فاهم. يعني شوية كمان كده ابقى اربعين. شوية زي يوم وهبقى باي باي وهتبقى فيديوهات دي كده مجرد يعني فيديوهات على اليوتيوب. عارفين احنا بنتكلم 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 على ايه? بنتكلم على ان انت اهتمامك بالحوارات دي بيزود رصيد حب ربنا ليك. شو بقى ممكن بقى تعيدها تاني ازاي الجملة دي. اهتمامك بالمعرفة دي كمؤمن بيزود رصيد حب ربنا ليك. ليه? لان انت اصلا بتعمل كده بنية. انت مش بتعلم دي عشان تبقى البروفل فلاني. لا انت كل حاجة بتعلمها بتاخد فيها نية طلب العلم ونية انها دي بتقربك لربنا سبحانه وتعالى وبتوطد العلاقة بيلي ان احنا كده كده يعني رايحين. شكرا يا مصر. طيب احنا بنتكلم بقى دلوقتي. والله العظيم يعني انا ما كنتش عايز اقول كده دلوقتي. عشان اهمية الموضوع محدش يفتكر اه ده بش عارف اصل هو بيسوق للكورس بتاعه. لا خالص والله. فالدليل يعني الاثبات ان ان شاء الله في عشرة في عشرة هيكسبه. كورس ادرك عمرك ان شاء الله في الفيديو ده طالما وصلت الاخر الفيديو دي بتستهل. عشرة هيكسبه الكورس. هتسيب اه اللي انت هتعمله طبعا هتعمل لايك وسبسكرايب في الشانل. وهتسيب كومنت في الايميل بتاعك. يعني تعالق يعني عشان نريليد بس عشان الموضوع ما يبقاش قالي. اكتب اي حاجة عجباتك في الفيديو اكتباس. وسيب كمان الايميل بتاعك. فاحنا لما نبعت لك على الايميل هتبعت لنا بس سكرينشوت لان انت عامل لايك. وان انت عامل شير للفيديو على الفيسبوك. لان احنا لو كلمناك ولقينا الشرط مش موجود فهنكلم حد تاني. في عشرة هياخدوا الكورس بتاع ادرك عمرك. فور فري. واحنا بنقشين بقى حاجات شابه دي كتير قوي في الكورس. فان شاء الله العشرة اللي هيكسبوا دول بازن الله ربنا يعني ينفعهم بالكورس. ويبقى الهم ده. ان شاء الله موجود. وبازن الله برضو يعني هستنى رأيكم في الكومنتات. ان شاء الله بفكر. ان شاء الله يبقى في يعني يوم ويوم في رمضان يعني برنامج او حلقة كده. فبرضو هستنى رأيكم. السلام عليكم. كلمنا على رقم الواتساب ده لو عايز تعرف خطوات الاشتراك في الكورس.